فاذكروني أذكركم أذكروني في ملأ الأرض أذكركم في ملأ السماء لذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأه ذكرته في ملأ خير من ملأه تخيل أن الله تعالى يذكرك في عالم الملأ الأعلى محمد يذكر الله يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويستغفر الله مئة مرة دبر كل صلاة مثلا تخيل أنت تذكر ربك في ملأ الناس والله يذكرك في الملأ الأعلى لذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض إيه يعني سياحين في الأرض يعني يجوبون الأرض طب يعملوا إيه دورهم إيه الملائكة يتلمسون حلق الذكر شوفوا الزاكرين وانظروا إلى حال الغافلين الغافلين في شقاء وفي تعب وفي مشاكل في البيوت وفي العمل وفي الطريق لأنه غافل عن ذكر الله لذلك ربنا قال له وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُمْ عِيشَةً ضَنْكَةً يعني في حياة ضيقة يجوب هؤلاء الملائكة فيرجعون إلى الله فيسألهم وهو أعلم كيف تركتم عبادي فيقولون يا ربنا تركناهم يسبحونك ويهللونك ويكبرونك ويحمدونك هذه الذكره تكبير وحمد وتهليل فيسألهم الله وهو أعلم يا ملائكتي وهل رأوني فيقول الملائكة لا يا ربنا لم يرواك فيقول وكيف بهم لو رأوني فيقولون يا ربنا لو رأوك لكان أشد ذكرا وتهليلا وتحميدا فيسألهم الله وهو أعلم وماذا يسألوني الملائكة تقول إيه يا أحباب تقول يا رب يسألونك الجنة اللهم إننا نسألك الجنة فيسألهم الله وهو أعلم وهل رأوها فيقول الملائكة لا يا ربنا لم يرواها فيسألهم الله وهو أعلم وكيف بهم لو رأوها فيقولون يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها فيسألهم ومما يتعوذون فيقولون يتعوذون بك من النار فيسألهم وهو أعلم وكيف بهم لو رأوها فيقولون يا ربنا لو رأوها لكانوا أشد فزعا منها وهربا شوفوا ربنا يقول إيه على الزاكرين تأملوا أحوال المقربين بالذكر فيقول الله تعالى بشر الذاكرين أني قد غفرت لهم